حدة التحذيرات والتهديدات تصاعدت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الأيام الماضية بالتزامن مع قرب الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لأسيما بعد إعلان واشنطن رصدها استعدادات وصفتها بالمقلقة لفصائل في العراق قد تعرض قواتها ومصالحها للخطر بالتأكيد العراق يدفع ثمن سياسات دول الجوار والدول العالم وتصفية الحسابات تكون في العراق لأنه الحلقة الأضعف السبب في ذلك هو أيضا الحكومات المتعاقبة وما يسمى بالسياسيين العراقيين التي لا يعرفون من السياسة حتى تعريفها من وجهة نظري أوصلوا العراق لما هو عليه لماذا يعني العراق دام هو صراع يدفع المواطن العراقي والشعب العراقي والأراضي العراقية تدفع ثمن صراعات دول سواء كانت إقليمية أو غير إقليمية أو دولية زادت احتمالات توجيه الإدارة الأمريكية ضربات لفصائل في الآونة الأخيرة بعد إخلاء التحالف الدولي قواعد له في العراق وإخراج واشنطن موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد ورغم محاولات حكومة الكاظمي إبعاد العراق عن سياسة المحاور إلا أن توجهات الحكومة تصطدم بواقع وجود جهات متنفذة في مراكز القرار ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتشريعية تصطف إلى جانب السياسات الإيرانية ضد الولايات المتحدة في العراق والمنطقة العراق يعني صراعاته السياسية ومحاصصاته المقيتة هي من وضعت جوانب من الشخوص التي تعكم في صفوف هذه الدول المجاورة وخاصة القطبين الأمريكي والإيراني فعلى العراقيين أن يبعدوا العراق عن الصراعات لهذه الدول وأن يستقلوا برأيهم ويستقلوا بدولتهم ويذهبون بالعراق إلى بر الأمان وعلى الرغم من سعي الكاظم إبعاد العراقي عن دائرة التوترات الأمريكية الإيرانية كل التوقعات تذهب إلى أن العراق هو ساحة الصراع الرئيسية بين واشنطن وطهران إلى جانب الاعتقاد بأن أي مواجهة بين البلدين ستكون بدايتها من العراق الذي تفرض إيران نفوذها الواسع عبر مجامع حلفة لها فراس الدليم قناة الفلوجة بغداد ترجمة نانسي قنقر